عارف مين بيحكم مصر كان الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس كان كتب أن اللي بيحكم مصر عصابة ودي خلت روزا اليوسف كلها تتأمم اللي هي عملت همه الست والدته لأن الست روزا اليوسف بعد ما ثابت التمثيل وبناء على نصيحة من زوجها الأستاذ زاكي طلايمات أنشأت دار روزا اليوسف وظلت هذه الدار مستمرة لحد ما جمع العسكر فكتب ابنها عن الأصابة التي تحكم مصر وكانت دي القشة التي قسمت زهر البعير وتم تأميم روزا اليوسف بعد ما كان الأستاذ إحسان عبدالقدوس رحمة الله عليه اقترض فوق المئة ألف عشان يطور الدار العصابة قالت لأ بشوري بقى تبت هزر وتسجن فيها على فكر عارف مين اللي بيحكم مصر هتقول للسيسي وأصابته صح؟ وأنا كملت معك في ده لكن أنا ما أقصدش ده على فكرة افهمني الحكم مش مجرد هو القهر والاعتقال وفرض الضرائب والقرود وتنفيذ الإزالات إنما أنا أقصد في فقرة دي الحكم ببعنى الاهتمام بمشاكل الناس وحلها أقصد بالمعنى ده الناس الناس اللي بتحكم بتهتم بمصر هعيد عليك بقى السؤال مين اللي بيحكم مصر؟ السيسي؟ ولا السوشيال ميديا؟ أنا بقول لك اللي بيحكم مصر السوشيال ميديا وهديك مجموعة أمثلة لفت نظرنا من خلال المتابعة اليومية للأخبار إن التأثير على الواقع وحياة الناس ومشاكلهم الحقيقة بيبدأ في كتير جدا من الأحيان من السوشيال ميديا يعني السوشيال أول تتكلم وتضغط وتقول وتنشر بعدها الدولة إما تنفي أو تتحرك وده الأصل وكأن الدولة ما ينفعش تتحرك من نفسها كأن الدولة الحقيقة يعني ما تعرفش تحل مشاكل الناس خلالنا نبدأ بالخبر ده من البي بي سي مصر في 2019 كيف تمكنت مواقع التواصل الاجتماعي من إحداث تأثير على أرض الواقع ده الحقيقة اللي نشرته البي بي سي طيب نديك مثال ناخد مثال الديني أول مثال كده الحقيقة يعني التطبيع خيانة أحضان الحقيقة أحضان مواقع التواصل الاجتماعي من أحضان محمد رمضان للسرائيل تشعل غضب المصري أول مثال إن الدولة تحركت كان واضح جدا في موضوع قضية تطبيع محمد رمضان مع الكائن الصيوني ودور المواقع التواصل الاجتماعي في توجيه ضربة لمحاولة تطبيع وكان ده يعدي عادي لو إن الناس الحقيقة ما ضغطتش في هذا الاتجاه أو رسميا وقف محمد رمضان على العمل بسبب تهمة التطبيع مع إسرائيل الخبر التاني الحقيقة لديك نموذج تاني مثال اتنين زي وقعت مثلا جريمة فوندو الفيرمونت اللي كانت فيه 2014 واللي انتشرت على السوشيال ميديا وبعد كده الدولة كلها تحركت بضغط من السوشيال ميديا جريمة الفيرمونت السوشيال ميديا تكشف تفاصيل وقعت اغتصاب ثمان شباب لفتاة منذ ست سنوات كان فيه خبر تاني في 30 يوليو مصر تهديدات بالقتل لبحركة حسابات انستجرام آثار شبهات بعملية اغتصاب حصلت فيه 2014 في 6 أغسطس النيابة المصرية تبحث حقيقة الاغتصاب أديك مثال ثالث السوشيال لعب دور مهم جدا فيه كشف فساد واحد من أبناء الطبقة الحاكمة وتسترها على بعض في وقعة ابن المساشار ابن مين في مصر طفل المرور يشع الغضب السوشيال ميديا طيب الولد ده الحقيقة يعني اكتشفوا بعد كده في ظل ان الولد مش أول مرة يعملها بس كان على يعني داخل عيون الحكومة وحد الشي قدر يتحرك لكن كان بيفلت بعمليته كل مرة عشان منصب أبوه لكن المواقع السوشيال لما فضحت القصة دي أجبرت الدولة أنها تحاول تلم الموضوع وتاخد المنقف ده بدء التحقيق مع الطفل المرور وأصدقاء الثلاثة بسبب الفيديو يعني أديك واحد ثالث جريمة يعني مشاعر أو جريمة حركة مشاعر الناس جريمة ارتكابها النظام بسبب تدخل السوشيال ميديا وعدم سيطرته على مواقع الغضب خليه يتحرك عيسى الراوي بتاع الأقصر الصعيدي أو عيسى الراوي قصدي الصعيدي اللي تقتل في الأقصر على هذه الزابة شرطة الذي أشعل قتله شبكات التواصل الاجتماعي في مصر لما حصل زحم عليه حصل على طول النيابة تباشر التحقيقات في وقعة وفاة عيسى الراوي بالأقصر لكن مواقف تانية كتير يعني الحقيقة لكن خليني بس أتوقف عند حاجة الحكومة بتعملي بقى أول ما تحصل الأزمة تتدخل وتعمل نيابة وبتاع لحد ما تهدى الموضوع وبعدين يعود أبوها عند أخو أنت أعرفت إيه اللي حصل في عيسى الراوي ما أعرفتش الزابط حصل معيه ولا حاجة أنت أعرفت إيه اللي حصل مع الطفل المرور ولا حاجة لكن ده مش معناه أن السوشيال ميديا ملوش أهمية زي وقعتين دلوقتي أو أنا عندي ثلاث وقاع يقولك أهمية السوشيال ميديا أول وقعة أنا قلتها من شوية الفنان محمد عبد الحليم بنت طلعت نشرت سورتها مع محمد عبد الحليم زي ما شفنا كده وقالت ده عايش تحت كبرى الملك الصالح الدنيا قامت ما عادتش على طول طلعت الأهرام والأخبار أهو على طول طلعت أهو الفنان المصري محمد عبد يعلق على تدور سورته في أسفل كبري دون مقوى وقال لأ يا جماعة ده أنا كنت في الزيارة الإبني وكت قاعد أنا ما عنديش مشاكل خالص وحاجات مندي قديك نموذج تاني في واحد بعاتلي أنا قلت خبر بتاع ماركو الدكتور ماركو زكي بتاع جامعة المينيا بتاع الفارماكولوجي أو بتاع قصد الكيميا الحيوية أنا آسف خلاص في واحد بعاتلي أستاذ كيميا حيوية من برا عايش برا بيقول لي الحقيقة يعني إن ده كلام فاضي وكلام جرايد ده الحقيقة بيقول إن الملح الدراسية أو الملح اللي خادها ماركو دي بتتاخد في كل المجالات وإنه الراجل ده نفسه ماركو زكي طلع مع محمود سعد قال إن الملحة في الفارماكولوجي حصل عليها هو بعد عدة متقدمين لكنه لم يكشف شيئا حتى الآن عشان يقولنا إزاي هو اللي حصل عليها دون عن غيره من الأسادزة الباحثين أنا بقولي الرسالة اللي قدامي ويقول لي حضرتك مخطئ المعلومة دي على مسئوليتي وأنا أستاذ في الكيميا الحيوية وهذا لسه حاصل على الدكتوراه وهو مدرس وليس أستاذ دي بلد فانكوش ومثله مثل عبد العاطي واتصل بأسادزته بأحد زملائه عشان تعرف ده مين على ماركو زكي وبيقول إن الكنيسة تدخلت في الموضوع ده أنا نقلت الرسالة وحضرتك سمعني على الهوى دلوقتي وأنا طلبت منك تبعث لي كرنيهك أنا قلت لك ابعث لي الكرنيه عشان أعرف أكلمك وإنت قلت لي للأسف أنا خارج البلد وللتأكد اسمع لقاء ماركو مع محمود سعد وماركو كان صريح جدا في هذا الحديث أنا نقلت رسالتك زي ما وصلتني بالضبط دول الثلاث موضوعات دول الموضوعين الموضوع الثالث بقى بيعدي علينا أحيانا الدولة بتتعامل إزاي مع السوشيال ميديا بيعدي علينا أحيانا لقاءات كده وبتعمل تريند وخلاص الأستاذة منشاز لي كانت مبارح تريند في السوشيال ميديا تريند أنا شفتها بعيني تريند رقم واحد في مصر لأنها كانت متصطديفة حارس مارمى النادي الأهلي الشناوي أنا ما شفتش اللقاء ولا عرفت ليه منشاز لي تريند بس دات دولة بقى يركبوا التريند أو يركبوا السوشيال ميديا وبعيني موتوها طيب أم في حد كتب البوست ده بيعلق على الحوار ما بين مونة الشازلي وما بين الحقيقة حارس مارمى النادي الأهلي الشناوي بيقول أو بتقول صحبة العساب ده أن مونة الشازلي منتهى إلة الأدب سألت الشناوي هو أفشة تسمى أفشة ليه أفشة لعب النادي الأهلي اللي جاب الجون التاني تسمى أفشة ليه فبتقول أن الشناوي بص من ناحية التانية ومرضيش يجاوب إحنا ما نعرفش بقى إيه المشكلة انبارح مونة الشازلي كانت مستضيفة الشناوي من ضمن الأسئلة الهبلة اللي بيلا معنى وما أكثرها سؤال أنت تعرف ليه أفشة تسمى بالاسم ده أنا استغربت السؤال لأن دي حاجة خاصة بأفشة وما ينفعش حد تاني يتسائل فيها مكانه لأنه مش معنى أنه كان شجاع وجاوب بدون خجل في أحد البرامج أننا نستحل ونستبيح الكلام في الحاجة دي فقط عشان الترند ونزود مشاهدات ونعمل زخم بالعافية للحلقة اللطيف أن الشناوي موصلهاش لغرضها وبس النحية التانية وقال لها معرفش هي طبعا غبية وما فهمتش أنه مش حابب يجاوب بالنيابة عن صاحبه والموضوع يبقى عرضة للتنكيت والضحك بينه وبين المزيعة رغم أنه شيء مايعبوش ولأنها فعلا غبية وما بتدعيش الغباء رح اتكررت السؤال تاني وقالت له أنت عارف أنه اسمه الحقيقي محمد مجدي مش أفشة رح قال لها آه عارف ففهمت أخيرا أنها قالت الزوق ودم وأنها مش هتحصل على الرد اللي منتظرها واللي كانت محضرة طبعا هتعمل إيه بعدها وقاله هيتبرق بعينها هتبرق بعينها وتقوله لا لا استنى إيه دي حتة دي تاني معقول يعني كان بيجري يقفش في الفراخ وبعدها تضحك بسرسعتها البغيضة وتقفل عينيها فالكوح ليه يدخل في البودرة مع الدموع وتروح مش أقلبة دماغها الوراء سانيتين وترجع لقدامه وتقول فاصل قصير ونرجع تاني إذن الناس بتتعامل مع السوشيال ميديا بجدية شديدة جدا وبتبعت مشاكل عليه لكن الدولة بتاعت السيسي بتتعامل بحاجتين إعلامه يركب الموجة ويموتها أما أجهزته فتركب الموجة وتعمل نفسها بتحقق وبعد أن تموت الموضوع السوشيال ميديا فضحت كل الدعاية الخايبة بتاعة عقل الدولة ومراكز المعلومات خد كده الفيديو ده لما كان السيسي بيتفقد مركز قيادة الدولة الاستراتيجي في العاصمة الإدارية الجديدة اسمع كده تحسي سيسي بعد ظهر اليوم بزيارة تفقدية لمقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم إنشاؤه حديثا بأحدث المواصفات العالمية تماشيا مع رؤية مصر المستقبلية حيث رفق سيادته الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لأن السيد الرئيس استمع إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحطية التي تمت به وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد بس في عقل الدولة ده كمان في مجلس مركز معلومات مجلس الوزراء اللي قال إن مصر بتتقدم مؤشر في مؤشر جهازية الشبكات لعام عشرين ورغم كده الدولة مشاكل الدولة الحقيقية مشاكل المواطن الحقيقي بتظهر الأول من السوشيال ميديا عشان كده السوشيال كانت محط قصف عنيف من نظام السيسي والأزرع الإعلامية بتاعته وأجهزته الأمنية أدي مجموعة أخباره هو حبس تسعة متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة حبس سبع متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ده في نوفمبر 2020 في يونيو برضو حبس ست متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل كتير بقى حبس سربع متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل احنا قاعدين يعني هو الحقيقة زي ما قلتلك فيه طرق لتعامل نظام السيسي مع السوشيال ميديا لان السوشيال بيكشف بجد المشاكل الحقيقة عايز اقول لكم انه الحقيقة يعني ببساطة جديدة الازالات دي ما عملتش مشاكل إلا لما طلعت على السوشيال ميديا مشاكل الناس ما عملتش أزمة لدى النظام إلا لما طلعت على السوشيال ميديا عشان كده النظام بيتعامل معاها بثلاث طرق اما طريقة انه هو يحبس الناس بالطريقة دي او انه هو مثلا يستخدمها يستخدم السوشيال نفسه في تفخيخ السوشيال يعني يفجر قنابل دخان لإشغال الناس ويكفي بس مثال بسيط قوي زي البنت بتاع سور لقصر الفوتو سيشن اللي عملته قصدي في المعابد بتاعة سقارة اهوت سور الطالبة ترد على فتاة سقارة بفوتو سيشن في معابد الوقصر ذكر القصة دي بتاعة مبارح لما قالكوا القبضة على البنت والبنت في النيابة وراحوا جابوا بقى بنت تانية مصرية محجبة وكأنه الفرعنة كانوا محجبات الحشمة لا تنقص من جمالهن شيئا فوتو سيشن بالحجاب في معبد الكارنك ردا على سلم الشيمي هادي خبر اهو الحلوة حلوة الروح وتعالى عندنا والحاجات دي فوتو سيشن فرعوني ردا على وتفرجنا اهو اي كلام فارغ اي كلام فارغ حطه في دماغ الناس الخلاصة ان في حالة الحكم من نغبة فزدة لا يمكن يكون اولوياتها او اهتماماتها مشاكل الناس في الوقت ده كان مفروض يومي الاعلام بدوره مش يروح يدور على افشة اسمه الاصلي ليه افشة عشان والدته كانت بتبيع فراخ هو كان بيقفش في الفراخ ونقعد نضحك على كلام فارغ ما يستحقش حتى الهوى اللي بيضيع ولا هو عيب على فكرة عند افشة لانها وظيفة محترمة لكن نظريات السيسي الاعلامية وفلسفة الازرع بتاعته اعلام السامسونج اضع الامل ده فتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى فيديوهات وبوستات بتصور الحياة الصعبة اليومية ومعاناة المصريين يوميا وده بيصوروا المصريين معاناة اللي بيشوفوها كل يوم واللي محدش يقدر يتكلم عنها في كل وسائل الاعلام بتاعتهم وعبر كل البرامج عشان كده الحقيقة سيظل وسائل ستظل وسائل الاعلام هي المنفذ الحقيقي للمواطن المصري اللي بتحكمه عصابة ما يهمهاش غير مصالحها موسيقى موسيقى